أهلا بكم مشاهدينا مجدداً الحياة اهتمامات الرأي العام في مصر كتير وبتتغير بشكل لحظي النهاردة بنكون كلنا بنتكلم عن حاجة وتاني يوم بتكون اتنسى تماماً وبنتكلم في حاجة جديدة فهنتكلم النهاردة عن أبرز ترندات الفترة الأخيرة زي ترند الزمالك واحتفالاته بالدوري طبعاً كل الزمال كواب نقولهم ألف مليون مبروك بنتكلم كمان على مصروفات المدارس وكمان حفلات مهرجان الألعى للموسيقى والغناء النهاردة هنتناقش في كل ده ما عضفنا الكاتب الصحفي لأستاذ محمد توفيق صديقنا العزيز اللي مرحب بيه في البداية زيك يا أستاذ محمد مبروك الدوري أيها الزمالكاوي أول ترند معنا الزمالك واحتفالات الزمالك صحيح ده الترند اللي ما خلصه في 14 ساعة يعني الزمالكاوي قرروا يعملوا احتفالات يعني أسطورية زي الزفافة الملكي كده على مداره ملكي بقى عملوا على مدار فترة كبيرة ودي مسألة أولا طبعا أولا جزء منها لي علاقة بأنه كان الفوز ضد المنطقة يعني فرقة قوامها أقل من 18 لاعب عندها فترتين قيد مش شغالين وبالتالي فكرة أنه إنك تكسب دي ما كانتش منطقية مع أنه الحد تلعى شور فاته ما كانش مرشح أصلا للفوز كانت المداية كمان ضعيفة جدا لا مش ضعيفة ضعيفة جدا يعني أنا كنت شايف أنه زمالك لو بقى الرابع في الدولة ده كان هي بقى إنجاز لأنه كانت الفرقة بلغة الكرة مش شايفة والكلام ده لحد شهرة ثلاثة اللي فات مش بتكلم من سنة أنا بتكلم شهرة ثلاثة اللي فات ما كانتش شايفة خالص قبل فريرة قبل فريرة وفي أول فريرة مواقص الأول ماتشين في الدور وبالتالي فانت رسا كان بيليم كان جده بيحمل فجزء من المسألة كانت غريب عشان كده يمكن الاحتفالات جت وفقا لي تعبير أصدقائنا الأهلوية مبالغ فيها لكن في نفس الوقت ممكن نقول ردود زمالكوية إنه إنتوا لو مش عارفين تفرحوا هنعملوك وإيه طيب كلمني على فكرة الاحتفالات دي زي احنا بنقولك كده وبنعكس بعض دايما الأهل يقولك ده عادي جدا يعني باخد الدوري ده شيء طبيعي جدا ما بحتفلش بالشكل المبالغ فيه وفقا لرواية بعض الأهلوية صحيح ولكن إنت بتقولي لا إحنا بنعرف نفرح كزمالكوية أولا اللي احتفالات كان فيها حاجة لطيفة ونفس الأهلوية لما يكسبوا ويعملوها إيه بقى؟ رقم واحد إنه مثلا راجل شغال في فرن قرر إنه يعمل العيش مجانا ده بتاع الودي الجديد آه سألسوا لك هناك عدد السكان قليل لا ده الفكرة في سبعمائة رغيف آه فلو كل أهلاوي في منطقة قرر يعمل ده لا ياخد دولي اللي عيش بابلاش هنصدر عيش مرة كده دي أول حاجة الحاجة التانية دكتور عظام قرر يكشف مجانا فلو كل دكتور في منطقة قرر يعمل ده الناس هتبقى يعني عايشة في المدينة الفاضلة نفس المسألة حد بيبيع كارتونة البيض بسعر قرر يقلل السعر ده للاقل من السعر حتى لدرجة انه يخسر عشان الناس تنبسط بعض المدرسين قرروا انه في اليوم التالي ليه فوز الزمالك بالدوري انه الحصة اي حد عنده حصة نارده بلاش فانت هنا قدام احتفالات مش بس فكرة الاحتفال في الشوارع وغلق شارع جامعة دول عربية في الاحتفالات والشكل ده لا انت قدام احتفالات الحقيقة بتفيد الناس يعني انا شخصيا اتمنى ان كل قن ده اللي تكسب تعمل الاحتفالات دي اللي هي ليه علاقة بانه الناس تشير بعضها الناس كلها تفرح ما هو انت في الناس لا يروحش تير العيش ده انت مش تعرفه اهلا ولا زمالكاوي انت مش تعرفه بتقطه يعني انت مش عارف الدكتور العظام المرضي اللي داخل عنده ده اهلا ولا زمالكاوي وبالتالي فكل الناس بتستفيد من الشكل الاحتفال المختلف يعني الفوز بالدوري ده عمل انجاز على مستوىك كتير انجاز اقتصادي مش بس على المستوى نشاط اقتصادي عارف الفيلم بتاع سعاد الامام بس التاني كان اجتماع فجزء من المسألة دي ليه علاقة بيه طريقة الاحتفال اه انا طول الوقت بقول ان الناس يعني احنا بنشوف في اوروبا كلها انه العربية المكشوفة او توس المكشوف ده شيء جزء من احتفالات ليفربول وجزء من احتفالات اغلب الاندية في اوروبا خلي بالك الاهلي عملها الزمان